اشتركوا في القناة اما شوطنا الثاني مشاهدين الكرام ذهب مع الوسمية لهجن الشحانية بقيادة الذهبي سالب بن فاران المري قطعت المسافة 12 دقيقة 7 ثواني وثمانة اجزاء من الثانية لتنجز مهمة المحليات الاصائل والخنجر الذهبي تانينا وللاشقاء كذلك في دولة قطر على هذا الانتصار وهذا الناموس اما شوط الثالث وهو الزمول المفتوح ذهب مع ملهي لهجن الرياسة وبقيادة العملاق سلطان بمحمد الوهيبي حيث قطع المسافة 12 دقيقة 22 ثانية وستة من الاجزاء من الثانية ليحلق في ناموس المرموم ويهدي هجن الرياسة بندقية ذهبية اما شوط الختام فكانت العيون تراقب الذهب ليبقى الذهب ذهب هنا مع هملولة لهجن الرياسة سلالة تنطف في شيبة حيث تنتزع سيف الامارات من ميدان المرموم ب12 دقيقة 3 ثواني وجزئين من الثانية لتحقق التوقيت الافضل وتسجل كذلك المشاركة مع هذه السلالة الاجمل والافضل في ميادين الشباق تهانينا للجميع على هذا الفوز والانتصار تقديم كذلك مشاركة مميزة من هذه المؤسسات العملاقة في ميادين السباق وفي ميدان المرموم اذا مشاهدين الكرام شكرا لكم على المتابعة الدائمة في هذه اللحظات من دبي ريسنج ومخرج سباق المرموم الذي دارت تحدياته على مدى 12 شوطا شكرا للاستاذ عبد الرحمن احمد امين من تابع كذلك مع حضراتكم كل ما داره من تحدي ومنافسات شكرا كذلك اهل الهجن في هذا التحليل المميز كذلك شكرا برنامج الاصائل شكرا للجميع من تابع